تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات يعتبر مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات الذي تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذه في الوقت الحالي من أهم وأكبر مشاريع تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية في المملكة حيث تشهد المنطقة نشاطاً تجارياً واستثمارياً مكثفاً مع وجود عدد من المنشآت الصناعية تستمر مملكة البحرين في تطوير البنى التحتية في مختلف مناطق البلاد وكان لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شرف تنفيذ كثير من المشروعات التي تخدم مختلف المجالات منها مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات والذي تقوم الوزارة بتنفيذه في الوقت الحالي مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات هو أهم وأكبر مشاريع تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية في المملكة والتي أقرتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث تشهد المنطقة نشاطاً تجارياً واستثمارياً مكثفاً مع وجود عدد من المنشآت الصناعية وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع بعد اكتماله إلى تخفيف الازدحامات المرورية في تلك المنطقة إذ يمر على موقع العمل حالياً ما يزيد على مائة ألف مركبة يومياً تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقع بمتابعة تنفيذ كل المشاريع التي تقوم فيها الوزارة وخاصة مثل هذه المشاريع مشاريع تطوير الطرق الاستراتيجية اليوم نحن في موقع تطوير دوار ألبا ودوار النويدرات الذي يحظى باهتمام خاص خاصة أن هذا الموقع هو تقاطع محوري على شبكة الطرق الاستراتيجية ويمر عبر هذا التقاطع أكثر من مائة ألف مركبة يومياً وهناك ضرورة إلى متابعة هذا المشروع من ناحية سير العمل في الموقع وكذلك الحرص على السلامة المرورية وتقليل الازدحام المروري ويشهد موقع المشروع تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة والضرورية لارتباطها بإنشاء الجسور على دوار ألبا وذلك من أجل إتاحة المساحات المناسبة لإنشاء الجسور العلوية في أجزائها على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وشارع الملك حمد وقد بدأ العمل في التحويلات المرورية منذ يناير الماضي على شارع الملك حمد لاستكمال أعمال إنشاء الجسر الأحادي الاتجاه الذي يربط شارع الشيخ جابر الصباح مع شارع الملك حمد وتم غلق ثلاث مسارات داخل دوار ألبا وتوفير مسارين للدوران العكسي على شارع الملك حمد وسيستمر هذا التحويل لمدة سبعة أشهر فضلا عن غلق ثلاث مسارات على شارع الاستقلال باتجاه الجنوب وتوفير مسارين للحركة المرورية وسيستمر هذا التحويل لمدة أربعة أشهر ومن شأن المشروع بعد اكتماله أن يخفف الازجحامات المرورية في تلك المنطقة مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح المعروف بتقاطعي دوار ألبا والنودرات يخدم عددا من المشاريع الإسكانية في المنطقة ومنها مشروع شرق سترة ومشروع جو وعسكر بالإضافة إلى مشروع هورة سند